أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فوز المترشح محمد الغزواني بالرئاسة الموريتانية بنسبة 52.02% وقد حل بالمركز الثاني برامة داعبيد بنسبة 18.58% فيما حصل سيد محمد البو بكر على نسبة 17.87% وقد أعلن المترشحون المعارضون رفضهم لنتائج الأولية المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وطالبوا بعادة فرز بعض مكاتب التصويت التفاصيل نتابعها في التقرير التالي رسميا محمد الشيخ محمد أحمد يفوز بأغلبية 52.01% من أصوات الناخبين الموريتانيين في اقتراع الثاني والعشرين من يونيو الجاري وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جاءت نتائج المترشحين التي نريدها حسب ترتيبهم المعتمد من طرف المجلس الدستوري كما يلي واحد محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني حصل على 418.312% نسبة 52.01% وتظهر النتائج الأولية التي أعلن عنها رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات حصول المعارضة على قرابة 48% موزعة على 4 مترشحين وقد أعلن المترشح المعارض محمد الملود قرار المعارضة عدم الاعتراف بنتائج التي أعلن عنها والبلال مؤكدا نية المعارضة مراسلة اللجنة الانتخابية بقائمة بعض المكاتب التي عرفت تزويرا وفق قوله في مؤتمر صحفي دعا فيه إلى الخروج في مسيرات قد نتائج المعلنة دعا نعتده بهذه النتائج اللي علث لاساني لك الليلة ماهنا نمتعبين بي نطالب وهذا سيتضمنه رسالة اللي ينوجه لاساني نطالب بإعادة فنص بعض المكاتب اللي عندنا لاحتهم والي ظهر فيهم تزوير بفاضحة قررنا أن قد إن شاء الله ونظمت الانتخابات الرئاسية الموريثانية في الثاني والعشرين من الشهر الجري بمشاركة ستة مترشحين وبلغ حدد المسجلين في هذه الانتخابات أكثر من مليون ونصف المليون ناخب صوت منهم أكثر من تسع مائة وستين ألف ناخب وبلغت نسبة المشاركة 62.66% قال المترشح للانتخابات الرئاسية برام الداء عبيد إنه أبلغ بعثة الأمم المتحدة إلى موريتانيا والتي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى غرب إفريقيا والساحل محمد بن شامباس برفضه النتائج المعلنة من طرف اللجنة الانتخابية واتهم برام ردا على سؤال لقناة المرابطون على هامش مباحثات له مع بعثة أممية بن واكشوت الحكومة المريثانية بالقيام بخروقات انتخابية واضحة ولا غبار عليها وفق تعبيره بلغناهم عن نرافضينها تماما وعن ما هي النتائج جاية من السلطة المخولة على النتائج اليسيني يجاية هذه النتائج جاية من عنده العبد العزيز والقزواني ونحن ذوق ما يملوا لنا النتائج ما أتبرهم طرف الفعل بعثة لا يتعدل ذاك لا يتعدل التور تقوم بذلك النقاشات الأمم المتحدة عندها لا تقوم بالمساعي الحميدة بين الأطراب عندها ما هي السلطة فوق الدول ولا تملي على الدول ولا هي محكمة ولا هي مجلس دستوري اللاوتوف ولا هي دونوا ذيك الخروقات الكامل اللي صادرة من عند أي طرف ويخير بعضها اللي يضرك عن التدوين اللي يخلق الله عن طرف الحكومة هو اللي عد الخرق اللي واضح ولا غبار علي ومعنا في الاستيديو صالح ولد أهماش المستشار المكلف بالاتصال في حملة المترشح محمد للغزواني أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا مترشح المعارضة يعلنون رفضهم للنتائج التي أعلنت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات ويدعون لتظاهر ضدها سؤالي بالتحديد ما موقفكم من موقف المعارضة هذا؟ أهلا وسهلا نحن نعتبر أن لا مبرر إطلاقا لأي دعوة من قبيل التظاهر أو الإخلال بالأمن والسلمي أو الحيادي أو لا مبرر لأنتحيد المعارضة والمترشحين عن المسار الديمقراطي كما هو مرسوم سلفا حسب المساطر وحسب الآجال القانونية والمصطر القانوني واضح في هذا المجال لأن النتائج كانت واضحة والناخب الموريتاني قال كلمته الفصل ونحن اليوم لم نعد في مرحلة التنافس لأن النتائج حسمت واللجنة الوطنية أعلنت عن النتائج المؤقتة التي ستظل مؤقتا إلى حين إقرارها من قبل المجلس الدستوري نحن اليوم نتطلع إلى المشترك نتطلع إلى تقييم المكتسبات التي حققناها معا سواء كنا في الأغلبية أو في المعارضة نحن في كلا الأطراف ننجز لموريتانيا ونكرس تجربة ديمقراطية عز نظيرها وقل في محيطها الإقليمي والدولي والعربي خاصة وعلينا أن نعي أهمية ذلك الإخوة لا ينبغي لهم أن يدعوا إلى التواهر لا مبرر إطلاقا للتواهر هناك انتخابات أنا لا أتدعي ونحن بشكل عام لا نتدعي أنه لا توجد اختلالات هنا أو هناك أو مآخذ على الأصال بمعنى أن الانتخابات لم تكن شفافة؟ العكس كانت شفافة ولكن لا تعني الانتخابات شفافة أن لا يكون لأحد الأطراف مأخذ أو اعتراض على سير مكتب أو تولم من جهة معينة لكن التولم والمأخذ له طرقه القانونية ولدينا مؤسسات دستورية لجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري كلاهما مؤسسات دستورية لها قوانين تحكمها ومساطر ومن حق كل طرف أن يسعى للاستفادة مما يخوله له القانون في هذا المجال ولكن ليس له أن يقول إما أنا أو الطفاء إما أن أنجح أنا أو أن كل شيء لم يكن مناسباً طيب هل توقعتم أن يفوز مرشحكم في الشوط الأول وبهذه النسبة بتحديث؟ لم يساورنا شك أبداً لعدة اعتبارات منها أن مرشحنا كان مقنعاً أكثر من غيره ولأن برنامجه لقية كان متكاملاً وإجابة على تطلعات وطموحات الشعب الموريتاني وسير حملته كان أيضاً سيراً مختلفاً تماماً باقي المتنافسين وتوقعتم نفس النسبة؟ لم نتوقع نفس النسبة كنا نتوقع أكثر منها صراحة ولكن في النهاية المهم هو أن ننجح وأن ينجح من ورائنا الشعب الموريتاني ونحن نعتبر أن النجاح الكبير اليوم هو نجاح التجربة الموريتانية لم يعود رئيسنا المنتخب بالمناسبة هو رئيس لم يعود مترشحاً هو رئيس منتخب إلى حين أن يعلن المجلس الدستوري إلى حين يقرأ إقرار إقرار ولكنه في الوضعية الحالية رئيس منتخب وليس مترشحاً نحن نؤكد أننا كطرف في العملية السياسية ننصاع ونستجيب للمقتضيات القانونية وللقرار النهائي للمؤسسات الدستورية أن ينكن هذا القرار لكننا في المقابل نهيب بالإخوة وندعوهم إلى الابتعاد عن مثل هذه الأسالي لأنها لا تخدم أيضاً طيب مترشح المعارضة طالبوا بعادة الفرز مكتباً مكتباً ألا تتوقعون أو تخشون أن يؤثر ذلك على إعلانكم لفوز مترشحكم؟ نحن كما قلت لك لا يساورنا أدنى شك في أن النتائج المتحصل عليها دقيقة جداً لأن الاحتساب النتائج كان بسيطاً جداً ونحن لدينا بالمناسبة نحن الحملة الوحيدة الممثلة على عموم التراب الوطني من اليوم الأول من الانتخابات سواء في مجال الحملة أو في مجال التمذيل لدى المكاتب والنتائج التي أعلنها مؤقتاً كانت مبنية استقيناها من ممثلينها في مكاتب التصويت المختلفة المنتشرة على عموم التراب الوطني أنا أعتقد أن أي إعادة فرز إعادة فرز وإعادة الفرز بالمناسبة من صلاحيات المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة وليس لمرشح أن يقول نعم سأفرضها أو ليس لأي طرف له أن يتظلم له أن يطالب له أن يعد إثباتاته وملاحظاته ويدعمها بالأدلة هذا هو الأسلوب الحضاري المتحدد والمتمدد والذي يستجيب للمعايير الديمقراطية بعض المدن وبينها العاصمة نواكشوت شهدت احتجاجات متزامنة مع إعلان النتائج ورافقتها أحياناً بعض أعمال العنف هل تعتبرون ما جرى هو ردة فعل على النتيجة التي تحصلتم عليها نحن لا نحمل طرفاً معيناً بذاته بقدر ما نستهجن السلوك أي كان مصدره نربأ بالإخوة السياسيين المنافسين عن أن يكونوا وراء هذه التصرفات وكلهم أو جلهم على الأقل أعلنوا براءتهم من ذلك لكننا في المقابل ندعوهم إلى تحمل المسؤوليات فحين يدعونا أنصارهم إلى التظاهر التظاهر ليس مناسباً في هذه الفترة هذه الفترة فترة إعلان النتائج المؤقتة للأطراف المتظلمة والمعترضة حق الاعتراض والطعن وطلب المراجعة وطلب إعادة الفرس وكل الطرق القانونية هذه هي الأساليب المقبولة والتي ينبغي للإخوة المتنافسين أن يلجأوا إليها ويفتعدوا عن الأساليب الأخرى وهي الأساليب الأخرى مرفوضة أي كان دافع وراءها ولا مبرراً لها إطلاقاً هل يمكن أو هل تتوقعون أن يكون ما يجري بداية عودة للتجاذب السياسي بين الطرفين الموالي والمعارض وباختصار ما هي أولوية مترشحكم الفائز محمد الشيخ ومدحمد بها حتى أجيب على السؤال الأول أنا بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أن موريتانيا محصنة التجربة الموريتانية أصبحت محصنة لا من حيث تراكم التجارب الانتخابية ولا من حيث ترصيخ الوعي بأهمية الممارسة الديمقراطية ولا من حيث أيضاً استكمال الإطار القانوني الضروري لتعميق وترصيخ التجربة الديمقراطية وفوق هذا وذلك أعتقد أن وجود الدولة كحافظة وكمحافظة على الأمن وتتحمل مسؤوليتها أيضاً نحن لا يساورنا شك في ذلك ومقتنعون بأن دولة وجودة صالح والدهناش وقادرة على المخافظة وعلى استثباب الأمن المستشار المكلف بالاتصال في حملة المترشح محمد بن رزواني الرئيس شكراً جزيلاً لك